السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة اخرى في هذا الفيديو الجديد حول الاعلان عن نتائج ديال الدورة الاولى الخاصة بالابتدائي او الاعدادي او الاعدادي او تانوي. اذا فمرحبا بكم جميع. اذا وردونا مجموعة من الرسائل حول موعد الاعلان عن نتائج الدورة الاولى. اذا في هذا الفيديو سنشوفوا ان شاء الله الموعد ديال استصدار النقاط بمنظومة ما صار. كما كنعرفوا ان ما صار عليه واحد ضغط كبير من طرف الوزارة او من طرف الاساسدة او من طرف الادارة السربوية او من طرف السلاميذ او الاولياء ديال السلاميذ. اذا كما قنقولوا ان هناك بعض بعض الجهات اللي من يدخلوا المصاري لقاوه النقاط دياله. ممكن ان هناك جهات لم يلاحظوا او لم يشاهدوا النقاط على منظومة المصار. اذا ما علناش. اذا بالنسبة للسلك التانوي الاعدادي او كذلك بالنسبة للتانوي التهيل الابتدائي. اذا استصدار بيانة النقاط عبر منظومة مصار بالنسبة للسدوس الاول سيكون ابتداء من تمنطعش يناير. صافي? يعني هذا يكون ابتداء من يوم الاربع الفائت. ولكن هناك حالات رانيك ما يقول ما كنعممش. هناك بعض الحالات اللي مازال ملقاوش النقاط ديالهم في منظومة مصار. وقد نحط لكم الفيديو ديال الليان. علاش? شنو السبب الرئيسي اللي ما اه لما لما السبب الرئيسي اذا ما علاش ما كانوش نقاط في منظومات مصار. غدي نحط لكم فيديو غدي نحط لكم الليان ديالو. اذا ما كان فاضلا فيديو هذا. كانت من لكم تتوفيق والنجاح. ان شاء الله الله يسمعكم خبار الخير. وان شاء الله تكونوا الناجحين كاملين ضكورا واناتس. والى اللقاء فيديو مقبل بحول الله.